الأخ أحمد من طرابلس يسأل عن المساجين اللي في سجون الردع في سجون الردع وفي غير سجون الردع لكن سجون الردع أخذت شهرة في هذا الظلم وفي هذا الأمر وهذا ظهر وهذا بين كثير من الناس صدر في حقهم أمر إخلاع من النياب العامة وقاعدين محبوسين بأخلاس أنت تبت عليه داعش ولا مش داعش ولا ليهو علاش تحطها في تشيلة تخليه زي زي الناس الثانين أنا ما يعرفش علاش أنت الأمر بالتهمة الآن صاره خلاص هذا داعش حطه لوحة خمسة عشر سنين ما يشبحوش فيه وما يعرفش أن الظلم عاقبة وخيمة الباري عز وجل قال حرمته الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم زي ما قال الأخ أحمد عاقبة وخيمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وهذه الاشكال اللي احنا واقعين فيه الآن الظلم إذا عم ولم يجد من يرجع للمظلوم حقه أو من يدافع عن المظلوم والناس كلها راقدة بحزة إنهم داعش ولا الله أعلم علاش حابسينهم رأوا الظلم سيصيب الجميع وهذا واضح البلاد تسبع على نهر من النفط والناس مش لاقية فلوس مش لاقية متاكل مش لاقية سيولة الدولار بستة وتونس اللي بتعلن فلا ساموكم بعد شهرين ثلاثة الدولار امتحها أرخص من عند نحني هذا الظلم رأوا الظلم سيء واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ستصيب جميع الليبيين وهي قد أصابتهم فإما أن نحمل على يد الظالم حتى حني ما قلنا لكش تلحهم منتع داعش ما قلنا لكش تلحهم لكن بين إن هذا داعش وإن تبدت عليه وبعدين عامله معاملة آدمية زي باقي المساجين أما أنك خلاص تقول والله هذا داعش حني نشكته معاش نتكلمه ولا هذا صفت نعته خارجي ولا مش عارف شني ومش الردع بسرة كل السجون فيها هذا الظلم ويوشكوا أن يعمنا الله بعذاب من عنده وهو قد بدأ بدايات هذا العذاب رأوا لنبلو لكم بشيء من الخوف والجوع وإحنا الاثنين هذا واقعين فيه الإنسان تنخنب منه سيارة معاش تولي له عنده فلوس ما يقدرش يتمتع بيهم خايف يجو يخمبوهم عنده أرض غالية ما يقدرش يبيحها خايف يجو يخطفوله ولده هذا هو الخوف والجوع واضح الناس كلها على الأقل حتى المنشف جعان في بطنة ما عندهش أساسيات الحياة فهذا من قبيل الظلم الذي يقعه بعض الناس ويسكت عليه الأغلبية الساحقة فإما أن نأخذ على يد الظالم وإما الله أعلم الأمور إلى أين تصير هذا الشاعر قال لا تضمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه ترجع إلى الندم تنام عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام يعني راه هذا أنت راقدوا تحساب الأمور طيبة وإحنا راقدين ونحساب الأمور طيبة وهؤلاء المسجونين والمظلومين يدعونا والظلم والعاقبة ستقع على من ظلمه مباشرة وعلى من رضي به وعلى من يستطيع أن يفعل شيئا ولم يفعل هذا كله سيرجع علينا ترجمة نانسي قنقر